سيدة مرقية. سلام عليكم. عليكم سلامة كاتو. تفضلي حضرتك. بقول لي حضرتك انا دلوقتي واحدة متجوزة ومعايا بنتي عندها سنتين ومصف. نعم. لو حامل دلوقتي وكانت في مشكلة قبل كده مع زوجي وكده ومشيت عطي ثمان شهور عندي بيت اهلي. نعم. تمام. اه ودلوقتي انا رفع قضية وكده للنفعة والكلام دوت وهرفع قضية الطلاق. ده ينفع وانا حامل. يعني انتي قصدك ينفع وانتي حامل ترفع قضية الطلاق. اه. اه. ينفع. بس انا قبل ما انتي تسأليني. اسأليني. طيب خلاص. هو ده سؤال حضرتك استاذ اه استاذة مرقية. تتعمل. وعايزة اعرف اه هو دلوقتي بيقول اللي هو واحد قرد. دوت اه اه حرام ان انا اطلب منه نفقت العيالي. حاضر اجاوب على حضرتك. طيب. استاذة مرقية لازم بس ان يكونوا واضحين. انا لا. احبز ان انا اقول لحد روح اطلق قبل ما ياخد اجراءات محددة. قبل ما يجيب ناس عقلاء ويجلسوا معاهم الاول يشوفوا الكلام ده. وقبل ما يروح لخبير في الجاد الزواجي قبل ما في سكة الطلاق ده. فانا ما شايف ان في حد من حقه يروح يطلق قبل ما يعمل بكل ما امروا به صلى الله عليه وسلم. لا يفرق مؤمن مؤمنة اذا كره منها خلقا راضية منها الاخر. يعني يحاول كل المحاولات الاول. وما حدش يجيوله ومش الطلاق حلال. اه حلال بس كمان الحرص على الجواز على هذا الرباط المقدس واجب شرعي. فنعمل كل الاجراءات. فاذا استحالت العشر انو احنا نطلق. طيب انت سألتيني سؤالين? السؤال الاولاني هل يحرم ان حد يطلب الطلاق وهو حامل? لا. انت حضرتك بس عشان انت بتقولي ان الست لما يكون اذا اطلقت بيكون طلاقها بيكون عدتها بتنتهي بوضع الحمل بتاعها. اه مفيش مشاكل. وان هي لو كانت اصلا حامل. وانا حاسس بكده برضو ان انت شويتين تلاتة مش عايزة تروح في سكة الطلاق. خلينا اقولك بحق وحييا. انت مش عايزة كده وهو اللي يعمل كده فانا بقوله اتق الله في اهل بيتك. اتق الله في زوجتك. اتق الله في اولادك. اتق الله وهو اصلح زي تبينك. عشان ربنا سبحانه تعالى يجبر خطرك وما تبقاش ظالم. يبقى انا نصحت لحداتك ان انت تروحه للارشاد الزواجي قبل ما تروحه للطلاق. الحاجة التانية بتقولي لو هو عنده قرد ما ينفعش اخد منه نفقة? لا. هينفق بما يستطيع. القرد ده قد يكون قردا مقصطا. وعلى ذلك يبقى يكون هو عنده مال يستطيع انه المال ده تتوزع ويكون منه نفقة للأولاد.